بالبداية شخصنا غاسترو اسفجير رفلاكس ديزيز اخذنا بايوبسي تمام طلع ميتابليجية وقوبلت سيل شخصنا بارت اسوفيغاس ماهيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اربعين ميليغرام ويشد سكيجول the patient for endoscopy every six month to monitor and avoid the progression of parat osophagus يعني اني من شخصة parat osophagus اخلي يمشي كل ستشهر اسويلي اندوسكوبي اخاف لا يقلب الى كانسه وضحت الفكرة اسويليهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه خلصت الاندوسكوبي ورس الساعة الاندوسكوبي بدأت ان تتعلم بشيس بان اندوسكوبي هاي شنو هاي شنو السالفة هاي زيان جس بان اندوسكوبي اكلاسيك سيمتمتوم اوسفجيال بيرفوريشن كوز باي اندوسكوبي يعني تكتب بصفه شنوه بعارتها شو فصل تمام خرامتها سويت انت طبيت بالاندوسكوبي تريد تكحلها عميتها فريدت تاخذ بايوبسي بدربك خرامت الاوسافيقاس وطلعت من الصفحه الثانيه سويت بما يدعى اوسفجيال بيرفوريشن طبعا مو قصدك لكن سويت الاوسفجيال بيرفوريشن الاوسفجيال بيرفوريشن هو موضوع جراحي بحت تبويه غالبا الموضوع اوسفجيال بيرفوريشن حسب اندوسكوبي يعني واحد داخل باندوسكوبي وقليل خبره او صارت فدأك مشكله زين فسوى بيرفوريشن بالاوسفجيال زين تبويه ثمام تقريبا يطيك ثمانين الى تسعين بالمئة تبويه يعني اذا لحكت اول اربعة وعشرين ساعة يطيك ثمانين الى تسعين بالمئة تبويه تبويه بيرفوريشن اهنا الايتيال اتولوجي الموست اوسفجيال بيرفوريشن اكثر اندوسكوبي يعني ورا الاندوسكوبي والبيرفوريشن هنا لها هذا بسبب الاندوسكوبي لكن اكفت شي مشهور تمام اسمه بور هيف سندروم يعني شنو واحد شرب شرب لبطل قام يتقية من يتقيه؟ يتقيه بشكل عنيف forceful vomiting forceful vomiting او اكو مرض ثاني اسمه بوليميا نيرفوزا بوليميا نيرفوزا هذا البوليميا نيرفوزا كان عند الامير ديانه منتاك الاكل تخاف لا تسمن فتروح تتقيه تروح تحطى صابيعها بحركة بطرانة زين؟ فبالتالي تتقيه حتى لا تسمن واحنا ما لاقين الاكل اوكي العالم ما لاقين الاكل زين حتى لا تسمن فبالتالي هذا من كثر vomiting 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 rach يصير longitudinal strain عليه المصل فبالتالي راح يصير شنو perforation الperforation نتيجة للforceful vomiting يصبح لها poor health syndrome زين؟ انتش تتوقع السيسار perforation بالأوسوفيقاس اش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك chest pain اوكي زين chest pain هسه هو شنو الهيستري history of trauma او history of forceful vomiting زين السيمتم قلنا chest pain sub-sternal او epigastric pain و vomiting و هيماتيميسيس ممكن هذا الفوميتينج يقلب الى هيماتيميسيس زين و disfagio اكو شغلة ثانية انه اللي تميزة انه يصحوا للصب كوتينيس انفزيما صب كوتينيس انفزيما يعني هنان انت عندك الاوسوفيقاس من صار بي بيرفوريشن طلع من عدة هوا لان هو موجود بي هوا اصلا وي الاكل موجود هوا فبالتاله هذا راح تحت الجلد فتحس اكو هنان صار سيرجيكو انفزيما على الانت عندك الاوسوفيقاس يعني من يتحط سماحتك على الاوسوفيقاس تسمع شنو يأم تشيكو اندوسكاوبي وراها يتحس بيين تمام والسيرجيكال انفيزيما والديكريبيتيشن واكو ساين ما تنسمع يصيحولها شنو يصيحولها هامان ساين زين هو صار عدة اوسفجيال بيرفوريشن فبالتالي انت شتوقع راح يصير عدة هيمو دايناميكالي انستايبول تمام لان انت قطعت اورغن اورغن مهم بفلويد وبيسخام موجب فبالتالي ش راح يصير راح يصير هيمو دايناميكالي انستايبول وهي الكونتينت الاوسفجيال كنتينت راح شتسوي راح تطلع المكان وصير شنو سيفير انفكشن زين وهي هيمو دايناميكالي انستايبول سوي تاكبنية تاكيكاردية ولو جريد فيبا زين شلون تكتشفها التاب الانفستيجيشن ما اراد الها انفستيجيشن اللي يريد الها انه هستري هستري اوف ترومة او هستري اوف فورسفل بوميتين زين وهي مو دايناميكالي انستايبول اذا تريد تسوي انفستيجيشن فقلنا بيريوم سوالو زادا سيتي اوكي هذا الحج كله ما لا يدخل بي الكيس كلش واضح يعني اتا عدك هنا من السوي شوف من السوي اشعب الصبغة تخليه يشرب الصبغة الصبغة راح تبين عدك من البرفوريشن تطلع من مكانهم وضحت زين وهذا امبين هذا البريوم ليك اوكي زين المانجمنت قلنا اذا ستيبل اسوي الى ستيبل هيمو دايناميك واذا انستايبل فهذا اميديتلي سيرجيري وغالبا الحالتين اسوي لهم سيرجيري انت هذا الاشياء نخليهن اليك حتى اذا يعني شون اقل لك اذا اريد التفاصيل لكن الاستيفجيل في فريشن ما بي حتشده وايا اصلا هو بالامتحان قليل يجي زين لكن ردتك تعرف انه واحد يجيك فورسفول فومتينج ارتروما با اندوسكوبي تمام وجايك بي شيس بين شاستيكريبوتايشن اند اه شاستيكريبوتايشن ان انسيارجيكل انفيزيما جايك هيمو دايناميك لي انستايبل فهذا الاغلب بو رحيف سندروم تمام اذا كانت الاسفجيال بيرفوريشن اذا كانت باي اندوسكوبي واذا كانت باي فورس فالبوميتنج فهاي انسهلة شنو فور هيف سندروم اوكي شباب وانطي اي في فلويد وسبكترام اه برود سبكترام انتيبياتيك واضحت هسا الهنانة قلنا شون السلسلنا بالبداية واحد عده جيرد بعدها سويته اخذت اندوسكوبي وطلع عدك او قلت ليا يا با كل 3 شهر كل 6 شهر تجينا اسوي لك اندوسكوبي سويت لها اندوسكوبي انت النادر وسويت لها بيرفوريشن او سفجيال بيرفوريشن تمام فبالتالي صار عده هيمو ديناميكالي انستيبول طبعا هي فيتر اذا ما لحقتها اول 24